في مواجهة المدرسي في أوكرانيا تلجأ الولايات المتحدة إلى كل الطرق الممكنة لتقوية شوكة أوكرانيا عسكريا فمسؤولنا بمكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زلنيسكي يؤكد أن كييف ستبدأ مشاوراتنا مع الولايات المتحدة هذا الأسبوع والهدف هو تقديم ضمنات أمنية لها لحين استكمال عملية الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي النيتو ولا طالما سعت أوكرانيا للالتحاق بالحلف خلال قمته الأخيرة في لتوانيا سريعا لكن مساعيها منيت بالفشل خشية وقوع صراع مفتوح بين النيتو وروسيا لذلك كان هناك تفكير بديل من دول داخل النيتو وخصة مجموعة السبعة وهي فكرة الضمانات الأمنية التي تقوم بحسب المسؤول الأوكراني مع واشنطن على أن تكون هناك التزامات ملموسة وطويلة الأجل من قبل الإدارة الأمريكية تضمن قدرة أوكرانيا على هزيمة الجيش الروسي وكبح جماحه في المستقبل كما ستحتوي على آليات دعم مصاغة بوضوح مشيرا إلى أن الضمانات ستكون سارية المفعول حتى تحصل أوكرانيا على عضوية حلف شمال الأطلسي وبالعودة إلى الوراء قليلا نجد أن دول السبعة ودولا أخرى خلال قمة النيتو الأخيرة أعلنت من جانبها ضمانات أمنية ترتكز على ضمان قوة مستدامة قادرة على الدفاع عن أوكرانيا ورضع أي هجوم روسي مستقبلا وفي سبيل ذلك أعلنت دول غربية عدة أنها ستقدم مساعدات أمنية لكييف ومعدات عسكرية حديثة برية وجوية وبحرية إضافة إلى مساعدتها على تطوير القاعدة الصناعية الدفاعية لأوكرانيا وزيادة عمليات التدريب والتعاون الاستخباراتي فضلا عن دعم مالي وتقني للإحتياجات الملحة لكييف ومن شأن كل هذه المعطيات في حال تطبيقها سريعا دعم موقف أوكرانيا في الحرب وربما تتغير بعض المعادلات العسكرية على الأرض